اشتركوا في القناة احسنه يروف آديه مدد يا الله مدد احسنه يروف آديه مدد يا الله مدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث لنعيش وإياكم مع القرآن ونحيا مع القرآن ولنكون مع أخلاق القرآن ولنسمع أحسن الحديث من القرآن عسانا أن نكون جميعا من أهل القرآن اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين واليوم نعيش وإياكم مع آيات مباركات من سورة الحشر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم تلاحظون أيها الأحباب أن هذه الآيات تشير إلى خلق عظيم وصفة حميدة وهي صفة الإيثار أو خلق الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي ولو كان بهم حاجة وخلق الإيثار أيها الأحباب عرفه العلماء فقالوا هو تغليب وتقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية معنى ذلك أن تقدم مصلحة الغير على مصلحتك الشخصية فيما يتعلق بأمور الدنيا وأن تزهد فيها رغبة في أن تنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وهذا الخلق أيها الأحباب الإيثار ينشأ ويزداد كلما ازداد المرء إيمانا بالله تعالى وكلما كان يقينه أكبر في أن الله سبحانه هو المعطي وهو الوهاب وهو المثيب على ذلك والإيثار دليل على قوة الإيمان كما ذكرنا وهو دليل أيضا على سخاء النفس وعلى كمالها وارتقائها وهو مظهر من مظاهر حسن الظن بالله تعالى وعلامة من علامات الإيمان دليل على علو الهمة الإيثار أيها الأحباب يجلب البركة ويجلب الألفة والمحبة بين الناس وهو من علامات الرحمة التي يتراحم بها الخلق اللهم يارب حقق فينا هذا يا أكرم الأكرمين وقال العلماء إن الإيثار على نوعين الأول أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم دينك ولا يقطع عليك طريقك ولا يفسد عليك وقتك بمعنى أنك تطعمهم وتجو تسقيهم وتعطش تكسوهم وتعرى فيما يتعلق بالأمور الدنيوية دون أن ينال ذلك من حظك من الآخرة ودون أن يقطع عليك طريقك في تدينك وفي محبتك لله سبحانه وتعالى والمعنى الثاني للإيثار قال العلماء إنه إيثار رضى الله تعالى على رضى غيره من الخلائق والنوع الثاني من الإيثار هو إيثار رضى الله تعالى على رضى غيره وإن عظمت فيه المحن وهي درجة الأنبياء والمرسلين ودوما نبحث وإياكم عن معنى الخلق الذي ندرسه في القرآن الكريم في برنامجنا أحسن الحديث وإذا بحثنا عن هذا الخلق الإيثار كيف ورد في القرآن الكريم فإننا نجد أنه قد ورد خمس مرات على معنيين الأول تقديم أمر على آخر والموافق عليه ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة طه عندما قال تعالى على لسان فرعون وقومه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي لن نؤثرك أي لن نوافقك ولن نخرج عن ديننا فيما أنت مهدد إيانا به ومنه قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيروا وأبقى أي أنكم تفضلون الدنيا على الآخرة ومنه قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أي من آثر الدنيا على الآخرة كان جزاؤه أنه في الجحيم والمعنى الثاني للإيثار والذي هو موضوع حلقتنا اليوم هو تغليب حظ الآخرين على حظ النفس رغبة في الأجر والثواب من الله تعالى ومنه قوله سبحانه وتعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين في سورة يوسف ومنه قوله تعالى الذي تلوناه قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال المفسرون في نزول هذه الآية التي تلوناها إن الأنصار قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض أو في رواية النخيل أي أنه لما جاء المهاجرون إلى المدينة المنورة جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وإيثارا للمهاجرين على أنفسهم قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبينهم الأرض أو النخيل نصفين فقال عليه الصلاة والسلام لا ولكن تكفونهم المؤنة وتقاسمونهم الثمرة والأرض أرضكم فقالوا فقالوا قد رضينا يا رسول الله فأنزل الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وجاء في هذه الآية أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أصابني الجهد والفاقة فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا صلى الله عليه وسلم ولكم أيها الأحباب أن تتصوروا أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد فيه شيئا يقري به الضيف فقال صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لمرأته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرميه ولا تدخريه شيئا فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية فقال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ الصراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غد الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم في غداة الفجر فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله وفي رواية لقد ضحك الله من صنيعكم الليلة وأنزل قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأيضا ورد في هذه الآية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاء فقال إن أخي فلانا وعيا له أحوج مني إلى هذا فبعث إليهم فلم يزل كل واحد يبعث إلى الآخر حتى تداولها أهل سبعة بيوت من بيوتات الصحابة حتى رجعت إلى الأول وهنا نزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الإيثار أيها الأحباب خلق من الأخلاق الحميدة علينا أن نحييه وأن نجعله فينا وأن نجعله في بيوتنا وفي أولادنا وفي أسرنا اللهم إنا نسألك ذلك يا رب العالمين حتى نلقاك وأن تراض عننا وإلى لقاء آخر من برنامجكم أحسن الحديث نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من نبض القلب الشادي عذب الكلم حديث طام أهدانا عبق الهادي فيض الآي جزيل ثواب أحسنه يروف آدي مدى يا الله مدى أحسنه يروف آدي مدى يا الله مدى ذاك الوحي كتاب الله أشرق منه ظلام الدرب إنهل منه سبيل رضا أشعل منه فتيل القلب نهج هدي خير رشاد مدى يا الله مدى نهج هدي خير رشاد مدى يا الله مدى